ازايكو يا جماعة معكم اسلام حسن وحلقة جديدة من الفانتازي والكورة مع اسلام النهاردة مفيش فانتازي هنتكلم في الكورة وهنتكلم عن فوز منتخب مصر على المنتخب الليبي بنتيجة واحد صفر في تصفيات كاس العالم وتصدره للمجموعة قبل ما اقولك اي حاجة طبعا انت عارف هقولك اشترك في القناة وفعل زر الجرس ادوس لايك لا يا عم بعد ما تعمل الحاجات دي عايز اطلب منك حاجة واحدة بس خرج الجانب الكائب اللي جواك قلتلك بلاش تقطيع بلاش سلبيات افرح النهاردة افرح المباراة فيها سلبيات اه فيها سلبيات بس انا شايف ان هي سلبيات ايجابية تقول لي يعني ايه وفي حاجة اسمها كده اه في الكورة في حاجة اسمها كده لازم تحلل المباراة وده دوري انا جاي احللها لك اهو واقولك لسه البيات اللي في المباراة دي انا شايفها مفيدة بالنسبة لنا رقم واحد الهدف اللي انت عايزه من المباراة حققته رقم اتنين ان انت ما كانش فيه تهديد على مرماك حصل مفيش غير هي كورة واحدة اللي في دوس الشوت الاول اللي جات في القائم وربنا ساطرها بس طول المباراة شناوي مصدش كورة بالحرف الشناوي مصدش كورة اذا الجانب الدفاية عندك حقق هدفه ان انت تجيب جول جبته ان انت تلعب باكتر من شكل في المباراة حصل ان انت بيدربك مدرب او مدير فن يا جماعة مصنف عالميا احنا مش جايبين بتاع بطاطة مع احترامي لبطاطة بس الفكرة ان انت ما تقللش من الراجل ده بس تعال برضو بص للس في بتاع الراجل ده واعرف الراجل ده بيفكر ازاي هتعرف ان المباراة دي السلبيات اللي فيها هتفيده وهتعرف ان دي كت اهدافه من المباراة وحققها وجابها ايه هي اهدافه تعال قبل بقولك ايه هي اهدافه اقولك مصر بدأت ازاي مبدأين الناس كلها قالت بعد استبعاد مجدي افشا واستبعاد محمد شريف ان كرش هلعب اربعة ثلاثة ثلاثة وان هو هيرجع لسيستم اللاعب اللي هو بيحبه اللي هي الاربعة ثلاثة ثلاثة ودي هرجع لها قدام وهفهمك فيها حاجة عشان هتنم على حاجة في المستقبل لا الراجل ما تفزلكش ليه لان اللاعب المصري مش متعود على الاربعة ثلاثة ثلاثة من الاخر ما بيعرفش يلعبها مع ده محمد صلاح طبعا اللي متعود عليها فاذا انا مش هتفزلك انا هلعب بالاربعة ثلاثة ثلاثة واحد اللي انتم حافظينها فدي كتبه فجأة بالنسبالي في بداية المباراة ان هو بدأ بمرموش اداله الثقة وراهن عليه كانت ممكن تكون المراهنة مش كسبانة بس هو عنده عين هو شايف الولد في فرقته شايف الولد في التدريبات شايف الولد بعد ما ضمه والولد كان قد السقة فاذا كبداية هو بدأ كويس بدأ بتشكيل اقرب يعني اقرب للكمال والكمال اللي هو واحد وليه زي ما قلت لك ما تفزلكش لعب اربعة ثلاثة واحد في الوقت اللي شاف ان هو ده الوقت المناسب اللي انالعب فيه اربعة ثلاثة ثلاثة لعبها واللوقت اللي كانت بدأت ليبيا فيه تمسك فيه كورة وبدأت تقرب من مرموش قبل بقى مرحلة انها توصل لمرموش راح مخليها اربعة ثلاثة ثلاثة بشقها الدفاعي وقدر ان هو يوصل للهدف بتاعه ان هو ما خلاش ليبيا توصل لمرموك على مدار الشوت الاول انت كنت بتلعب اربعة ثلاثة واحد بتلعب على الاطراف بتركز اطرافك بشكل كبير قوي اكرم ومحمد صلاح ناحية ليمين فتوح ومرموش ناحية الشمال كان بيميل عبدالله استعيد ناحية الشمال اكتر من ناحية ليمين عشان كده الشوت الاول كان ناحية الشمال فيه اللعب اكتر بس كان فيها سلبيات عند فتوح ادي سلبية مش هتكلم عنها كتير بس الميزة بقى في السلبيات ايه ان الراجل شافها اصل الراجل لسه جديد الراجل اللي بيشوف في التبريب حاجة واللي يشوف في المطش الودي حاجة واللي يشوف في المطش الرسمي حاجة تالتة فاذا هو مطلوب منه ان هو يشوف السلبية بعينه عشان خطر يعالجها انما انت تجيله من اول مطش ايه ده الحق ده فتوح بيستلم ودهروا للملعب بيستلم ووشوا لجونه اه انا عارف ان كل ده غلط انا عارف ان فتوح في اوقات كتير قوي كان المفوت يفتح فيها للوينج عشان خطر الوينج يلعب له ويلعب العرضية كان بيدم للعمق او كان بيتأخر او كان بيقف جنبه يدايقه ولا انت فتح لي على طرف الملعب ولا انت نخلينه على فبصي في العمق كل دي سلبيات كذلك الوضع ناحية المين ان انت مخلي عبدالله على طول مركز ناحية الشمال في ان هو يدعمها وسيب صلاح لوحده اللي كان مراقب بتلت لعيبة برضو لسه متعالجتش طب ما هو لازم ده يحصل عشان هو يشوفه ده يحصل وتطلع بنتيجة سلبية او ما تطلعش بهدفك ولا ده يحصل وانت طالع بالثلاث نقطة ومحقق هدفك لما تطلع بالثلاث نقطة ومحقق هدفك انت طالع مرتاح فرحان مبسوط اطلع بقى واتفرج واشوف سلبياتي وعالجها يبدأ الكيرفي اعلى وانت لازم تكون واثق في الراجل اللي بيدربك ان زي ما قلت الراجل ده مش راجل قليل تعال بقى لسهي بتاعه والحتة اللي انا هقولك عليها كيروش على مدار سجله التدريبي او فترته التدريبية اللي تكاد تكون تخطط ال 20 سنة ما بيحبش حاجة اسمها بلاي ميكر هتقول لي ايه ده ده بدق بعبدالله استعيد ومخرج مجدي افشا هقولك اه زي ما قددقتي كلامي معاك ان هو عشان ما يتفزلكش عشان يبدأ بالمنتخب اللي بيدربه بالطريقة اللي هم بيعرفوا يلعبوها بس انا بقولك في المستقبل هو خلاص هيبدأ يساستم لعبته ان انا مش هلعب 4-3-3 انا ما بلعبش بلاي ميكر الراجل ده في الكم شهر اللي كان بيدرب فيهم ريال مدريك كان بيلعب زيني بدين زيدان اعظم بلاي ميكر جي في تاريخ كرة القدم وينجي شمال في كل فتراته التدريبية بقى سواء كان مدير فني منفردا او حتى مساعد للسير الالكس فريكسون ما بيحبش اللعب بلاي ميكر يا بيلعب 4-3-3 يا بيلعب 4-4-2 هو بيحب الوينجات اللي متطرفة ففرصة ان انت بعد كده تشوف المنتخب من غير بلاي ميكر خالص دي وردة فعشان كده هو بيشوف مرموش بيشوف رمضان بيشوف صلاح بيشوف محمد مصطفى فتحي هتلاقي بعد كده لما ترزيجي يرجع هتلاقي بيركز على الوينجات بشكل كبير قوي هتلاقي بيركز على العيدة نص الملعب يبص على العيدة نص الملعب اللي ليها ادوار دفاعية وهجومية عشان غاطر باعكية لما تيجي تلعب بتلاتة هتلاقي في اتنين بيلعاب بوكس بوكس واحد بيغطي على الماك والتاني بيفتح يخش يبقى مهاجم تاني زي شكل في الاربعة تلاتة تلاتة بتاعة منشستر سيتي فانت افرح النهاردة انت جبت تلات نقط بطوعة حققت هدفك المستقبل مع الرجل ده انا شايف ان هو ان شاء الله هيكون كويس وانا قلت لك الرجل ده بيفكر ازاي والمطش بتاعنا مش ازاي دورك بقى دلوقتي ايه انك تشترك في القناة لو انت مش مشترك وتفعل جرس التنبيهات وتدوس لايك للفيديو في النهاية كان معكم اسلام حسن وشوفكم في حلقات جديدة والف ممروك سلام